يوم ما ذبي مي وراء خوج مني يطلع الدوامة القهوة انطشت على هدومي فال خير فال خير هذا غراب ومكر العرس ياج البيت اوه فال شؤوم الله يستر وغيرها من المعتقدات والخزعبلات اللي نسمعها من اهالينا كل يوم اكو ناس فعلا نتآمن بها الامور واذا صادفتهم حالة سلبية بحسب رأيهم يومهم كله ينظروا حتى يتكأبون وينتظروا حتى يحدثهم كتبونا بالتعليقات انتو هم عدكم اشياء تؤمنون بها والصدق صارت وياكم طبعا لما لا تهلنا اليوم شوية طريفة لانه ماكو اعتقد احد بيني ما يمر بهاي الشغلات نفسه او امنا وابونا واخونا واختنا اكواية منها يصدقون بها حتى انا كليش اصدق بي انا اعتبر ايش فيها نوع من الموروس الشعبي او اي اول شخص اي اعني كليش اؤمن بها يعني اذا اعطس اوحده قبل ما اطلع ما اطلع ابطل اترك اطلع كل يتل انه ما ترهم عندي ايد صار عراف بيه او مثلا اذا استكانت تشاي ما زوجي صار باي خاشوكتنات عارة كوية اقول لا ها رح تتزوج علي وحده اي 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 اعمل الله يساعدك او مثلا ينتشب الملح بلقاء يقولت انت محسودة او يقولك مثلا دلق القهوة خيبتها حتى عند المصريين يؤمنون بهذه التفاصيل وهذا الغراب أنت الغراب ما أعرفت شنو موضوع لأني سامعة إيدي اليمنى إذا تحكني رح تجيني فلوسي وإيدي اليسرى إذا حكتني حتى تروح من عندي فلوس هذاك يوم حكتني استلمت الراتب للأمان لا سامعة إذا شخص ما تحبي وإجي البيتج كنسي ورا حتى بعد ما يجي أو تحبي ملح بحذائي لا والله ما أصلتني في صراحة أنا مرة علي ترى مبوبة ملح بحذائي ما أعرف ليش يا لا أنا سامعة سامعة هيتش هواي سوالف مثلا إذا أحد ما تحبي وما تريدين بعد تشوفي مني يجي للبيت ما أدري شون مو حطي ملح بحذائي مني روح إذا تريدي تشبي مي ورا وإذا تريدي روح سباح هجارات حصوا سباح هجارات نحن كل مجتمعنا سامعين بهاي السوالف فأني طبيعي من أروح المكان أشوف ملح بحذائي ما رح أرجع يما فهي تفكر إنه ها ها يحطيت ملح بعد مجتتي بس آني شفت لحظة إنه أنا غير مرغوبية ما أروح يعني ممكن ما تكون ما أدري يعني مرات صدفة أمر الحظ تجي ما أحبو تشوي ما أعرف لا أسف يعني صحيح صحيح وإذا دنبوس ما أدري شنو تشكيتي صحيح صحيح مرة يا الله هذا الموضوع كيف تشكي مرة مرة بيبيتي يعني جدتي قالت لي إذني اليسار بالطنطن من هو رح يموت اليوم أكو أحد رح يموت أكو أحد رح يموت أنا قلت استغفر الله يا ربي قلت لها بيبيتي يعني عيب السوال لا أكو أحد رح يموت والله وراها بيوم أختها توفت الله وشانت حاسة بعدين أنا من يوم هالي هذا اليوم كل ما طنطن ابني لهنا يعني أفقى متوترة لأنه صارت قدامي السالفة يعني الموضوع يضوج بصراحة وبالعقل اللاوعي نقوم نحفرها يعني بعقلنا لا وذارج ليت مادري سورة أنت وذارج ليت تحكك مثلا اليمنى أو اليسرى معنات دايحشون عليك اليمنى يمكن يمدحوك واليسرى يحشون عليك والإذن همينة إذا اليمنى هيا من الطون نحن يعني بدنا أحد يا ما أحسي دي